بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عن أعداءهم الحلقة الثانية من برنامج كلمات متقاطعة كان يفترض أن تكون قبل موعد استفتاء كردستان ولكن لظروف الكل مطلع عليها ظروف التي كانت سبب في توقفنا هذه الفترة بسبب برامج التبرعات في القناة أجلنا الحلقات ومن ثم كان موسم الحزن على سيد الشهداء عبد الله الحسين أيام عاش وراء أيضا تأجلت فالحلقة الثانية كان موضوعها عن استفتاء كردستان عنوان الحلقة هو استفتاء كردستان انفصال أم حرب أهلية طبعا الكل اليوم اللي يشغل الشارع العراقي هو موضوع استفتاء كردستان والانفصال يعني أغلب الحديث في القنوات الفضائية التقارير اللي تخرج هنا وهناك اللقاء بالسياسيين بالعضاء البرلمان الكل يتحدث عن قضية الانفصال والاستفتاء لأنه بالفعل هي قضية بلد وقضية مصيرية في تاريخ العراق الحديث كان عندي عدة منشورات سابقة نشرتها على صفحة البرنامج كلمات متقاطعة تحدثت بيها عن قضية كردستان وشنو السبب اللي يذهب بيه مسعود برزاني إلى الاستفتاء لأنه إذا استعرضنا المواقف راح نشوف أنه كل المواقف تقف بالضد من هذا الاستفتاء ومن هذا الانفصال يعني مثلا الموقف الدولي كان موقف رافض تماما للانفصال يعني لو لاحظنا وشفنا أنه الموقف الأمريكي الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة روسيا الصين اليابان على لسان سفراءها أيضا في العراق رفضة والاستفتاء والتجزئة الانفصال أيضا انفصال كردستان عن العراق هذا الموقف الدولي الموقف الأقليمي أيضا رافض يعني مثلا عندك تركيا وإيران ما ممكن تسمح لمسعود برزاني أنه ينفصل عن العراق لأنه هذا الانفصال راح يولد شعور وعمل عند الأكراد في كل من تركيا وإيران إلى أنه تزداد عدم هذه النزعة الانفصالية وبالتالي راح يشتغلون على هذا الموضوع ويسيرون يعني الخطوة الأولى إذا تحققت في شمال العراق فالخطوات الثانية والثالثة راح تكون في إيران وتركيا وحتى سوريا فكان الموقف الإيراني والتركي واضح جدا وصريح واجتمعوا مع بعض يعني رغم الخلافات الموجودة بين تركيا وإيران والصراع الموجود في المنطقة والتجاذبات السياسية ولكن اتحدوا أمام هذا الخطر القادم من شمال العراق لأنه يعلمون جيدا أنه هذا العمل سيؤدي إلى مرحلة أخرى من انفصال كردي في كل من إيران وتركيا وبالتالي اتخذوا مجموعة من الإجراءات وصلت حتى إلى مناورات عسكرية بين الجانب العراقي والجانب التركي على الحدود في منطقة سلوبي على الحدود التركية العراقية وكذلك في إيران على الحدود مع كردستان هذا الموقف الإقليمي الموقف المحلي اللي هو نقدر نسميه العراقي الموقف العراقي أيضا طبعا كان هناك موقف تقريبا شبه موحد من جميع السياسيين العراقيين وأعضاء البرلمان والشخصيات حتى الدينية منها كانت هذا الموقف أيضا تقريبا شبه موحد إلا من شذ عنهم وهذول طبعا معروفين هم معروضين أصلا للبيع أو للإيجار خلينا نقول بعض السياسيين وأعضاء البرلمان وحتى بعض رؤساء الكتل السياسية هذول طبعا السياسة تطورت قبل كان الشخص يشترى مدى الحياة موقفه السياسي يشترى لهذه الدولة أو تلك أو لهذا الحزب أو غير هذا الحزب الآن الموقف تطور صاره بالإيجار يعني جدت الطيني منها السنة أنا أكون وياك بعدها لازم يجدد العقد معا فللأسف بعض السياسيين العراقيين التزم جانب الصمت لم يتكلم ولم يتخذ موقف وأصبح والآن الشعب العراقي يجب أن يفرز هؤلاء يجب أن نملك من الوعي الكبير لكي نفرز هؤلاء الخونة لأنه اللي ما يتخذ موقف في هكذا قضية هذا خائن للبلد ومتآمر يبيع ضميرة ويبيع شرف المهنة للأكسباير مسعود برزاني منتهي الصلاحية لأكثر من سنتين وليس له أي صفة سياسية أو صفة دستورية أو قانونية مجرد باقي على الكرسي برلمان كردستان معطل شخصيات تعمل بالضد من مسعود برزاني لا يسمح لها بالدخول إلى أربيل وممارسة عملهم القانوني والسياسي ولكن الشكل العام للبلد كان ضد الاستفتاء والانفصال يعني أكو اتحاد تقريبا نقدر نسميه شعبي مع الحكومة العراقية في أنه يذهبون باتجاه ضد الانفصال هذا الموقف المحلي الموقف خلي نسميه الكردستاني يعني في داخل كردستان أيضا كان هناك موقف بالضد من الانفصال والاستفتاء طبعا هم ما يعني حتى الموقف اللي هو بالضد من موقف مسعود برزاني هم لم يدعوا إلى إلغاء الاستفتاء لا قالوا خلينا أجل الاستفتاء إلى مرحلة أخرى لأنه الوضع الحالي لا يسمح بإجراء هذا الاستفتاء وبالتالي السعي إلى الانفصال هذول بعضهم طبعا وطلعت حركات معينة هناك حركة اسمها هي سموها حراك تجمع حراك هذا كان يعمل بالضد من الاستفتاء والانفصال لأنه حقيقة البعض في كردستان يريد أن يتخلص من مسعود برزاني وميليشيا مسعود برزاني لأنه مسعود برزاني عنده أسايش واللي عايش في أربيل يعرف هذا الكلام أنا عايش في أربيل عشت سنة كاملة في أربيل اشتغلت في مشروع كنت مهندس مشرف على أحد المشاريع في أربيل واطلعت عن قرب على الواقع اللي يعيش الأكراد في أربيل يعني تقريبا ما نقول نفسه ولكن أقل درجة من واقع العراقي اللي كان يعيش في زمن صدام ما تقدر ما عندك حرية وديمقراطية للتعبير عن رأيك الحكومة تقريبا مصادرة بيد عائلة برزاني يعني برزاني وأخوه و جاي ابن أخته كلهم وخالهم بالحكومة و هم اللي مسيطرين على أربيل و بالتالي الشعب مقهور يعني الشعب ما يملك قرارة بإيده فلهذا كان الرأي أنه يؤجل الاستفتاء لحين أنه الشعب على أقل تقدير يملك قرارة يعني يعيش في بحبوحة من الحرية حتى يتخذ قرارة بشكل صحيح هذه كانت من يعني الرأي الآخر للمناهض للاستفتاء و الانفصال طبعا قضية أخرى مهمة لا بأس أنه نطرحها إذا تريد يعني ليش الأكراد يريدون ينفصلون يعني ما هو السبب من سنة 1921 منذ تأسيس الدولة العراقية يعني لا الملكية ولا الجمهورية ولا حتى النظام القمع الصدامي استطاع أن يجعل من الأكراد أن يتعايشون مع بقية مكونات الشعب العراقي بدون هذه النزعة الانفصالية يعني هم عندهم في ثقافتهم هذه النزعة الانفصالية طبيعة الشعب الكردي اجتماعيا تختلف عن طبيعة الشعب بقية مكونات الشعب العراقي يعني أنت من تريد تتعامل مع شعب لابد أن تفهم ثقافته ثقافته الاجتماعية كيف يفكر من خلال معاشرتي للأكراد لمدة سنة كاملة عرفت أنه الأكراد ما عندهم شي ما عندهم وسطية يعني لو أبيض لو أسود الحالة الوسطية ما موجودة عندهم لو يحبك لحد الجنون لو يكرهك لحد الجنون ما عنده حالة وسطية ما عنده سياسة كيف أنه يحاول يجمع الأمرين مع بعض ويكون وسطي ما عندهم فلهذا السبب إذا هم اتخذوا قرار أنه يكرهون البقاء مع العراق خلص هم رح يعملون بهذا الاتجاه أنا شخصيا مع انفصال الكرد عن العراق ولكن ضمن حدود سنة 2003 أو ما يعرف بالخط الأزرق مو بعد سنة 2003 وعملية قضم الأراضي وتكريد كاركوك لا هذا الكلام لا يقبل ولكن إذا أرادوا أن ينفصلوا عن العراق خليهم يأخذون ثلاث محافظات التي يعدهم أربيل سليماني ودهوك وخلي سووون هذه الدولة التي ستكون نموذج فاشل في المنطقة بالضبط كان نموذج نموذج جنوب السودان الآن متناحرين فيما بينهم الأخ المخرج إذا ممكن تخلينا الأرقام بتليفونات يعني خلي نشوف خلي نشوف الناس شنو الشعب العراقي شي يقول على الاستفتاء هكو ناس مع الاستفتاء هكو ناس ضده شنو الطريقة شون العالية خلي افتح لنا المجال الاتصالات بين ومن يجي اتصال باللغني طبعا الأمريكان أيضا مثل ما كما أسلفت الأمريكان كان موقفهم بالبداية موقف رافض للاستفتاء ولكن بعدما أجري الاستفتاء أمريكان بدأوا يترقبون هذه طبيعة الأمريكان عادة في هكذا مواقف ينتظرون من الطرف الأقوى وبعدين يصرحون باتجاه هذا الطرف حتى يفتحون قناة للاتصال معه يعني هم يترقبون يشوفون إذا كان الموقف العراقي قوي يأيدون الموقف العراقي إذا كان الموقف مسعود برزاني هو الأقوى لا رح يأيدون موقف مسعود برزاني وبالتالي شفنا تصريحات ما بعد الاستفتاء كانت تصريحات يعني فيها من الجانب اللين باتجاه الاستفتاء لهذا قبل خطبة الجمعة الأخيرة أو القبل الأخيرة اللي صرح بها الناطق باسم المرجعية خليت منشور على صفحتي بالفيسبوك طالبت بي أنه دور المرجعية أين في هذه المرحلة باعتبار هذه المرحلة هي يعني نقطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث وانتظرت خطبة الجمعة والحمد لله والشكر كانت موقف المرجعية موقف رافض ثلاث كلمات أطلقتها المرجعية كانت السبب في إجهاض هذا المشروع قالت المرجعية نرفض تقسيم العراق ثلاث كلمات غيرت حتى الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي بالضبط بعد هذا الإعلان والتصريح من قبل ممثلي المرجعية خرج الموقف الأمريكي بأنه يرفض نتائج الاستفتاء ويعتبر هذا العمل غير قانوني وغير شرعي هذا كان موقف أمريكا بعد موقف السيد السستاني لأنه يعلمون جيدا أنه الطرف الأقوى في العراق هو الطرف المرجعي يعني المرجعية قادرة على تحريك الشارع بسهولة جدا وأمريكا متريد تخسر هذا يعني شافت أنه الطرف الأقوى هو هذا فلهذا السبب تجهت ذهبت بهذا الاتجاه هذا التصريح للمرجعية أصاب مسعود برزاني بمقتل لأنه إذا استعرضنا كل المعارك التي قادتها الحكومات العراقية السابقة ضد الكرد في شمال العراق كانت تجابه برفض شعبي ومرجعي ديني يعني الكل يعرف فتوة السيد محسن الحكيم بتحريم قتال الأكراد فكان يعتقد مسعود برزاني أنه الخط المرجعي واحد يعني ما يتغير يعني هذا الموقف أو على أقل تقدير المرجعي ما رح تتدخل بهذا الأمر فهو كان يعول على الموقف الإسرائيلي الداعم وبشكل صريح عبر يعني نتنياهو نتنياهو يعني هو الذي طلع بهذا التصريح وقال هو يدعم خلينا تغريدة نتنياهو خلينا نقراها هذا بن يامين نتنياهو هذا حسابه على تويتر يقول بينما نرفض أو ترفض إسرائيل الأرهاب على جميع أشكاله إنها تدعم الجهود المشروعة الجهود المشروعة التي يبذلها الشعب الكردي من أجل الحصول على دولة خاصة بهم هذا تصريح بن يامين نتنياهو يريد يدعم الجهود المشروعة طيب طيب نحن هم نتسأل نقول أكو في إسرائيل عرب لو ماكو أكو عرب إسرائيل موجودين طيب نحن أيضا العراق يدعم الجهود المشروعة لإقامة إقليم على أقل تقدير إقليم لعرب إسرائيل في دولة إسرائيل وبالطرق الديمقراطية أيضا بالاستفتاء بنفس الطرق التي قام بها مسعود تدعموها هذه لو ما تدعموها تعتبروها لا هذه نزعة انفصالية وإسرائيل دولة إسرائيل ما تقبل بها تشوفوا شلون يلعبون بالمصالح من تكون مصلحتهم مع طرف ومن تكون المصلحة بالضد منهم تتغير هذه السياسة تتغير العناوين تتغير الكلمات تتغير التصريحات مسعود برزاني أقام تحالف مع إسرائيل حتى تدعم مشروع التقسيم في العراق كان يعتقد أنه هذا المشروع وهذا التحالف مع إسرائيل سيلين موقف الجانب الأمريكي وبالتالي إذا أمريكا وافقت على إجراء الاستفتاء بعد خلص إجراء الاستفتاء والانفصال وتقام هذه الدولة دولة الكردية الحلم الكردي هذا ولكن السياسة لا تقرأ هكذا أمريكا صحيح متحالفة تحالف استراتيجي مع إسرائيل ولكن أمريكا لديها مصالحها أيضا في العراق ليش الموقف الأمريكي حاليا يذهب بالضد من انفصال كردستان شنو السبب أكو سبب السبب إذا انفصلت كردستان عن العراق النسب السكانية الطائفية يعني الطواف نسبة الطواف بالعراق ستتغير ما ستبقى مثل حاله يعني مثلا لو فرضنا أنه على أقل تقدير نسبة الشيعة في العراق 65% وبقية المكونات الأخرى تتقاسم 35% منها الكرد فالكرد إذا طلعوا من هذه الحسبة ستزداد نسبة الشيعة النسبة في العراق مقابل المكونات الأخرى يعني على أقل تقدير ستزداد من 10% إلى 12% فراح يكون بدل 65% رح يكون 75% أو 78% 76% الحدود وإذا زادت هذه النسبة فالانتخابات المقبلة رح يكون التفوق الشيعي واضح وبالتالي الشيعة هم اللي رح يأسسون هذه الحكومة وأغلب المناصب السيادية رح تذهب للشيعة حسب التقسيم السكاني والنسبة السكانية أغلب الأحزاب السياسية العراقية الشيعية أده ارتباط مع إيران أده ارتباط إيراني وعده تحالفات مع إيران أمريكا لا تريد هذا الموضوع يعني النفوذ الإيراني يزداد بالعراق وبالتالي هي لا تدعم مشروع الانفصال لأنه يعتبرون الكرد حاليا يعني يمسوين حالة التوازن في العراق خاصة في قضية المناصب السيادية وتشريع القوانين وكذا يعني تبقى هذه حالة التوازن هم يردون الموضوع يعني يمشي بهالطريقة الحزمة أنه الأحزاب هذه السياسية الشيعية تفك ارتباطها عن إيران إذا فكت طبعا ارتباطها عن إيران وتحالفت مباشرة مع أمريكا فأمريكا بعد ما يهمها قضية الانفصال بالنسبة للكرد إذا انفصلوا أو ما انفصلوا هم مصالحهم مؤمنة مع الجانب العراقي ومع الجانب الكردستاني فمصالحها ما أشياء ماكو إشكال على مصالحها ولكن حاليا هي ترفض لأنه أمريكا تعلم جيدا أنه نسب السكانية رح تزداد وبالتالي المناصب رح تروح أكثريتها للشيعة السلطة وهذه شيعة السلطة ذول أغلبهم متحالفين مع إيران وبالتالي هذا زيادة لنفوذ الإيراني في العراق هذا واضح الموقف الأمريكي الموقف الإسرائيلي دعم لانفصال كردستان أيضا مصلحته لأنه دولة إسرائيل أصلا هي قامت على أساس ديني قومي طائفي فتريد تستنسخ هذه التجارب هذه التجربة إلى تجارب أخرى في المنطقة فهي دعمت انفصال جنوب السودان اللي كان أيضا انفصال بسبب يعني طائفي ديني والآن تدعم انفصال كردستان عن العراق تريد تجزئ هذه الدول على نفس الطريقة يعني خلقون أدت دول تشبه إسرائيل أولا السيطرة عليها أكثر ثانيا تتحالف وياها أسهل يعني يعني شنو الفائدة الآن من وجود العراق بالنسبة لإسرائيل ماكو فائدة يقول لك هذا البلد ما راح يتحالف ويانا أبد فخلي نجزئ ناخد جزء من عنده نتحالف وياه وبالتالي هم دعموا بشكل مباشر هذا الانفصال زين قضية الانفصال يعني هذه المواقف التي استعرضناها الآن كل المواقف أي سياسي أصغر سياسي إذا تسئله تقول له مع كل هذه المواقف هل ممكن فعلا الذهاب إلى إنشاء دولة كردستان يجاوب رأسني يقول لك لا كيف يعني الأمم المتحدة رافضة أمريكا رافضة روسيا رافضة الصين رافضة كل هاي الدول رافضة شلون تأسسون دولة فقضية تأسيس الدولة قضية يعني ما تصير حاليا ما تصير طيب ليش السؤال هل السياسيين الأكراد بهذه السذاجة بهذا الغباء الجواب كلا هم فاهمين بالسياسة يعرفون أنه هذا يعني هذه القضية قضية الاستفتاء والانفصال قضية غير يعني غير مطروحة صعب تحقيقها حاليا في هذا الوقت زيان ليش هما راحوا للإستفتاء شنو السبب أكو أسباب يعني قبل تقريب أربعة أو خمسة أشهر من الآن عندي مقال نشرته بعنوان حبة الأسبرين لصداع كردستان المزمن تحدثت بي عن السبب الدعوة كانت بذيش الفترة الدعوة للإستفتاء ليش المسعود بارزاني يدعو للإستفتاء يريد استفتاء ليش طبعا أكثر ورقة ورقة ضغط لعبت بيها كردستان ضد بغداد هي ورقة الانفصال أكثر ورقة وحققوا بيها من المكاسب ما لم يطمحوا له حقيقة من 2003 إلى الآن 2017 14 عام حققوا بيها الكثير الكثير من المكاسب يعني هم عايشين حاليا في قل نقول شبه دولة المنافذ الحدودية بيدهم المطارات بيدهم عائدات القمارق اللي في كردستان المنافذ الحدودية إلهم تصدير النفط إلهم تصدير نفط كاركوك إلهم وفوق كل هذا ممنوع أي شرطي أو جندي عراقي يتعدى حدود الإقليم لا أصلا ممنوع يدخل المناطق المتنازع عليها اللي هي أصلا كانت تحت سيطرة القوات العراقية وقضموها أخذوها الأخوان ممنوع أي عراقي يدخل إلى كردستان بدون كفيل أي بلد هذا بالإضافة لكل هذه المناصب كلها إلهم في كردستان إلهم جيش خاص بيهم عدم تسليح رواتب هذا الجيش تدفع من حكومة بغداد بالإضافة لكل هذا يأخذون 17% من موازنة العراق رغم كل هذه الامتيازات ويذهبون باتجاه الانفصال والاستفتاء وثم الانفصال هذولا شون تقدر تفاهموا إياهم أقصد السياسيين الأكراد بل الشعب أغلبهم مكره يعني مثل قضية يقل لك واحد يقل لك لا الاستفتاء جار 92% يريدونهم من الانفصال طيب في زمن صدام بالتسعينات ما سونا استفتاء الصدام ورحنا انتخابنا طلعت النسبة 99% ليش هو الشعب العراقي في آنذاك كان يعني ضمن مساحة من الحرية أنه يختار أي شخصية أخرى بالضبط هاي القضية نفس الشي الشعب ماكو شفافية حرية ماكو يعني تخيل أكو فات سياسة ممنهجة في كردستان يعملون عليها تشوف من تشوف لك شاب كردي ما يتكلم عربي تحكي يا عربي يقول لك ما أعرف عربي بينما تشوف أغلب الكبار بالعمر يحكيونوا ياك عربي هذه السياسة إنه يعني تجهيل الناس حتى في اللغة يعني لغة عربية صعب الشاب الكردي ما يتعلم لغة عربية وبالتالي كيف يتواصل مع بقية الشعب هذه مشكلة اجتماعية هذه عمل عليها برزاني وعصابة برزاني الأكسباير هو برزاني أكسباير من تهي الصلاحية صال لأكثر من سنتين ما عنده أي صبغة قانونية أو دستورية في بقاء رئيس الإقليم برلمان كردستان معطل شخصيات كردية مناهضة مسعود برزاني ممنوع أن تدخل إلى أربيل بأي حق هذا مسعود برزاني وميليشياته الأسايش الأمن اللي عايش بأربيل يعرف هذا الكلام كيف يراقبون الناس يراقبون الناس حتى في تصفحهم للمواقع أي موقع أنت تصفح يتابعوك أنا أتكلم هذا الكلام عن تجربة كل شيء متابع كل شيء مراقب دولة أمنية قوية جدا مثل يعني تقريبا نفس دولة صدام طيب كيف هذا الشعب ممكن يكون حر الإرادة في اختيار أنه يبقى مع العراق أم يذهب باتجاه الانفصال هذه مو انفصال كردستان هذه نسميه انفصال برزانستان هذه مو دولة كردستان يعني أنت عندك سليمانية أغلبهم تقريبا رفضوا أو رفضوا يعني أجلوا قالوا من أجل الاستفتاء هم من قسمين بيناتهم من قسمين ولكن صدروا هذه الأزمة للخارج في سبيل كسب ورقة ضغط ضد بغداد يتفاوضون بيها السياسة هي هذه شعندك أوراق تضغط بيها على الطرف الآخر حتى تحصل مكاسب سياسية هذه السياسة يعني بالمختصر المفيد إذا عندك ورقة ضغط أقوى من أوراق الضغط أو تريد تفاوض يعني دولة تريد تفاوض مع دولة أخرى وإنت عندك ورقة ضغط وهذه الدولة لا عندها ورقة ضغط بالتالي ستجبرها على أنه تحصل بسبب هذه ورقة الضغط مكاسب سياسية وهذا بالفعل ما حصل مع العراق لماذا أنا من أقول أنا مع انفصال الكرد عن العراق بالثلاث محافظات أربيل سليمانية دهوك لأنه كل ويلات العراق كل الويلات التي جرت على العراق بسبب الكرد أغلبها حتى تكون منصف يعني من اتفاقية الجزائر سنة 75 اتفاقية التي صارت بين الشاه وبين صدام حسين كانت بيد الشاه ورقة ضغط ضد الحكومة العراقية أنا ذاك وضد الدكتاتور صدام صدام كان ما عنده ورقة ضغط بالتالي طلب من الجانب الإيراني من الشاه أنه يوقف دعمه إلى مصطفى البرزاني ما عنده ورقة ضغط يعني يتناقش بيها الشاه المقابل شنو قال له هذا نص شط العربي لك لأنه ما عنده ورقة ضغط تنازل عن أراضي عراقية في سبيل وقف الدعم واللي هي كانت أحد الأسباب المهمة لدخول العراق في الحرب لثمانة سنوات مع الجانب الإيراني هذه واحدة كانت من الأسباب يعني لو لا تعامر الكرد على العراق ما كان ربما يمكن ما تصير هذه الحرب واللي بعدها اللي طبعا استمرت الأحداث هي كانت الشرارة الأولى بعدها استمرت الحرائق دخول صدام للكويت وبعدها تقريبا انفصالهم عن العراق بشكل يعني انفصالهم عن الحكومة العراقية من سنة 1991 ولغاية سنة 2003 فهم طبيعتهم تذهب مع الانفصال هم يريدون ينفصلون الموافقين على الاستفتاء واللي ما موافقين على الاستفتاء خلص الله ومحمد وعلوا إياكم ولكن بالثلاث محافظات مو تريدون تأخذون تقضمون أراضي تحصون البدرة وجصان تأخذون كاركوك تأخذون مناطق أصلا ذات غالبية شيعية تريدون تأخذوها هذا مو من حقهم ولا راح يقبل به شعب العراقي شعب العراقي ما يقبل بالاحتلال هذا احتلال واضح وبالتالي كان دور المرجعية نرفض تقسيم العراقي ثلاث كلمات أجهضت هذا المشروع برزاني ما كان يتوقع أصلا أنه المرجعية تدخل فالقضية أصبحت يعني شبه مستحيلة بعد هذه بعد كلام المرجعية الموقف الكردي بالأخص برزاني تراجع الآن عن الذهاب إلى الانفصال الآن المشروع المطروح هو أن يبدأ حوار مع بغداد ولكن بدون شروط هو يريد بدون شروط شنو يعني بدون شروط يعني لأنه حكومة بغداد الآن تفرض عليه أولا إلغاء نتائج الاستفتاء ثاني شيء إعادة المنافذ الحدودية يعني تكون تحت السلطة الاتحادية المطارات بعد ما يتم كل هذه العملية العملية هذه ممكن أنه بغداد تقعد مع برزاني وتتفاوض ويها هو لا يريد يقول نتفاوض إحنا بس بدون شروط هذا أول تراجع وطبعا يعني موقف الحكومة العراقية موقف لحد الآن غير مقبول طبعا هم في القنوات الرسمية العراقية يقولوا لك حزمة من الإجراءات والعقوبات والكذا طبعا هذا كله كلام في كلام كلام في كلام يعني حتى الإعلاميين منهم للأسف وقع في هذا الفخ عن أي إجراءات شرية العقوبات اللي ما رستوها ضد كردستان يقول لك أولا لازم تسليم المنافذ الحدودية هذه أصلا بالدستور موجودة يعني كل حكومة عراقية تأسست بعد الـ 2003 المفروض تستخدم واجبها الدستوري القانوني وهو السيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات يعني هذا حق مشروع للحكومة العراقية وليست عقوبة هم الآن يفسرون ويصدرون هذا الكلام بالإعلام على أنه عقوبات باتجاه كردستان هذه مو عقوبات هذه إجراءات قانونية يعني هو الوضع الطبيعي المفروض أن تكون المنافذ الحدودية النفط المطارات خطوط الاتصالات هذه تكون كلها بيد الحكومة الاتحادية مو بيد كردستان زيان ليش ليش هذه الحكومات السابقة ورؤساء الوزارة السابقة في الحكومة العراقية ما طالبوا بهذا بهذه الإجراءات القانونية حتى تشوفون مدى السذاجة اللي حقيقة احنا عايشين بيها كل رؤساء الوزارة من أياد علاوي إبراهيم الجعفري والمالكي لدورتين والآن حيدر العبادي كلهم اتفقوا مع مسعود برزاني أنه يمنحهم يعني فيه البرلمان يصوت باتجاه هؤلاء على شرط أنهم يتدخلون في الإقليم وما يفعل مسعود بالإقليم ووافقوا الجمال الكل وافق يعني من أياد علاوي إلى إبراهيم الجعفري إلى المالكي إلى حتى وصول للعبادي وقعوا ووافقوا على أن يكون مسعود برزاني له الحق التصرف في النفط وفي المنافذ الحدودية وفي المطارات يعني اتجاوزوا على الدستور العراقي اللي يصدعوا الرؤوس نبي يوميا قال الدستور وتكلم الدستور وهذه المادة وتلك المادة لا هم من يريدون يضربون الدستور لأجل مصالحهم الشخصية والحزبية ضربون الدستور مليارات ذهبت بجيوب برزاني وآل برزاني مليارات الدولارات أموال الشعب العراقي ولم نسمع صوت هنا أو هناك أو حتى في الإعلام يطالب الحكومة باستعادة هذه الأموال أو فرض سيطرتها القانونية على هذه يعني هذه الإجراءات أن تتخذ بعد 2003 المفروض هذه الإجراءات تتخذ لهذا السبب تمادى برزاني أكثر نفخ برزاني النفخ فهذه الإجراءات الآن التي تتخذها الحكومة العراقية هذه مو عقوبات هذه ليست عقوبات إجراءات قانونية دستورية المفروض الوضع الطبيعي أنه تكون بيد سلطة الحكومة الاتحادية إذا أردنا نروح لعقوبات الموضوع يختلف موضوع التعامل مع برزاني أصلا المفروض الحكومة العراقية ترفض أي تعامل مع برزاني برزاني لا يوجد أي صفة قانونية أو دستورية في كردستان ليس رئيس كردستان هو لا يأخذها بالقوة القضية عنده سلطة وعنده ميليشيا الأسايش موجودة هناك و لا أحد يقدر يحتيوه و بالتالي يقعد على الجبل بالقصر و لا أحد يقدر يتقرب له و يتكلمه مفروض الحكومة حكومة بغداد تتخذ موقف حازم و هذا الموقف اللين يعني حتى تتخذ هذا الموقف الحازم حتى مع القنوات و الدول اللي دعمت النزعة الانفصالية لدى مسعود القنوات التابعة لآل سعود و الإمارات تدعم النزعة الانفصالية لدى مسعود تدعمهم و أرسله السبهان يلتقي برزاني استفزاز للعراق كيف تصرف العراق كل شيء ما تصرفه كل شيء ما سوى العراقي حكومة العراق كل شيء ما سوت المفروض بعد هذا يعني بعد هذا الاستفتاء العراق يعرف من هو الصديق و من هو العدو و من الذي شجع مسعود برزاني على هذا الاستفتاء و هذه النزعة الانفصالية آل سعود على القابعين في المنطقة الخضراء إيصال الرسالة لآل سعود أنهم سيستثمرون السبعة عشر في المئة اللي كانت هذه الأموال تذهب إلى مسعود برزاني يستثمرون هذه الأموال اللي هي قيمة أكثر من 17-18 مليار يستثمروها في إذكاء النزعة الانفصالية في الشيعة المنطقة الشرقية سياسيا استثمار خصصوها هذه يبلغون الجانب السعودي بهذا الإجراء إذا السعودية استمرت في دعم مسعود برزاني فالعراق سيستثمر السبعة عشر في المئة المخصصة لإقليم كردستان رح يخصصها لدعم النزعة الانفصالية لشيعة المنطقة الشرقية سياسيا وإعلاميا وأمميا حتى يعني في الأمم المتحدة هذه هي السياسة ما بيها عيني وغاتي ما بيها رحم الله والديكم لازم تكون ورقة الضغط تستخدم ورقة الضغط ضد هذه الدولة أو تلك القضية مو قضية أخواننا وأحبائنا لا أبدا هذه الدول ما تفهم هذه اللغة اللغة الوحيدة اللي يفهموها أنه ذات أنت تستخدمون هذا الإسلوب نحن نستخدم نفس الإسلوب وعدنا القدرة والأموال على إنجاح هذا المشروع والمفروض أصلا العراق يعمل بهذا الاتجاه مو تأخذون جانب الصمت صمت القبور أبدا ما يطلع واحد يتحدث ولا يصرح ولا يأخذ موقف ذا حكومة آل سعود ودعمها الواضح لمسعود برزاني استقبلوه أخذوه راح ذهب إلى ما يسمى بالسعودية والتقوا به هناك هذه حكومة المنطقة الخضراء حكومة ضعيفة اللي تكذب على الشعب صارح الشعب ليش ما تتخذون هذه الإجراءات لأنه ذممكم معروضة للإيجار بعض السياسيين اشتراهم مسعود بفلوسه بالفلوس اللي يصدر بيها النفط بعوائد القمارق والمنافذ الحدودية مع تركيا وإيران اشتراهم البعض ساكن هناك في أربيل ما يقدر يتكلم فهذه القضية القضية يعني أنه الحكومة العراقية لازم تأخذ تكون إجراءاتها أقوى من هذه إجراءات هذه إجراءات قانونية ليست إجراءات أقوبات ولا غير ذلك لا تكذبون عن الناس الفوائد شنو الفوائد يعني إذا إذا نريد ننفصل عن الأكراد ينفصلون عن العراق شنو الفوائد والمظار اللي ممكن للعراق يستفيد من عده أولا المظار ماكو مظار لكن هناك فوائد كثيرة أولها 17% هذه راح تكون راجع العراق تصرف على مناطق أو المحافظات الجنوبية ليش تروح الكردستان إذا بعد كل هذا الدلال ويردون ينفصلون خلي تروح للجنوب المحافظات الجنوبية هذه اللي كل شيء ما بيها لا خدمات ولا بنات تحتها ولا غيرها جيوش الموظفين هذولة اللي كل شهر رايحين بطيارات وراجعين بطيارات على حساب الدولة العراقية أعضاء البرلمان في بغداد من الأكراد والامتيازات والرواتب اللي محصلين عليها من غير الكوميشينات اللي حصلوها والفساد والفساد اللي موجود عدهم شون راح نستفيد نستفيد كل هذه الأمور وهذه ليست أكثر بأكثر من ورقة الضغط تستخدم ضد العراق يعني هما كل هذه الفوائد اللي حصلوها يريدون يستخدمون هذه الورقة أكثر بعد للضغط على بغداد حتى هذه أصلا المناطق المتنازع عليها أخذوها تصير بعد إلهم بعد حتى الجانب العراقي ما يتحدث بيها كاركوك تصير إلهم بعد بشكل رسمي بعد يتوسعون يريدون يتوسعون أكثر ونحن نتراجع ونتقلص رغم كل هذا وحكومة بغداد للأسف أدهى الكثير من أوراق الضغط اللي تقدر تضغط بيها على كردستان خاصة في هذا الوقت رغم كل هذه التأييدات اللي صارت والمواقف الدولية حتى المرجعية وياكم بعد شن اللي منتظري شقد وقت أخي المخرج نختم إن شاء الله هو موضوع شائك يعني موضوع معقد حاول تقدر الإمكان أنه أختصر يحتاج أكثر من حلقة ولكن يعني إن شاء الله نكون قد وفقنا في تغطية كل الموضوع وإذا أجد جديد إن شاء الله نطلع في حلقات أخرى بنفس الموضوع يعني نتحدث بي عن الاستفتاء فإن شاء الله موعدني يوم الثلاثاء القادم ساعة التاسعة بتوقيت العراق في أمان الله ترجمة نانسي قنقر